احنا بدأنا سلسلة من 15 رسالة عن أسرار الرسول بوليس 15 للحياة الإيجابية وازاي كل أسبوع بفكركم إن الحياة الإيجابية مختلفة عن التفكير الإيجابي نظرية التفكير الإيجابي هي إنك دايماً ترفع معنوياتك وتحفز نفسك وتحفز تفكيرك وتحفز قدراتك لكن قوة الحياة الإيجابية بتنبع من داخلك وهنا هنشوف بوليس الرسول بيتكلم عن السر السادس للحياة الإيجابية وهو إنك تتوقع حياة من الصحة والغنى والرخاء الحقيقيين شوفوا، أنتوا أكيد هتبقوا عايشين في كوكب تاني لو مش شايفين إن الصحة والغنى والرخاء هم الشغل الشاغل في حياة البشر متهيق لي تبقوا عايشين في عالم تاني لو ما كنتوش حاسين أو شايفين انشغال الناس الدايم بالصحة والرخاء مليارات الدولارات بتتصرف كل يوم علشان تورينا إزاي نستغل كل زرة في الحياة ومليارات أكتر بتتصرف علشان تقول لنا وتورينا إزاي نطول حياتنا اسمعوني من فضلكم مش عايزكم تفهموني غلط أنا مش واقف هنا علشان أقول لكم إنه غلط إننا نحب نكون أصحاء أنا مش واقف هنا علشان أقول لكم إنه غلط إننا نسعى للرخاء فهمتوني؟ لكن أنا هنا علشان أقول لكم اسمعوني كويس إزا كنتوا فاكرين إن الصحة والغنى والرخاء في الحياة هم كل حاجة يبقى هتاخدوا صدمة حياتكم